موسيقى 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 يا سعد صباحكم صباح الجميع ومسرين كثير معرفتكم وانا الشرف معرفتكم سؤالي عن السي بابا معروفنا شو هو إله لحظت من شهرين بالجامعة الأموي كان موجودة مجموعة بالجامعة الأموي وصار فيه من قبل ناس أو شي مخالف لهالشي ما قبله لابسين إنه تابع لشي ما بعرفه لدين الهندي لشي لا ما بعرف شوه بلنعرف شو ما فهمنا منه شو ما نفهم عنه ما المعروف يعطيك العافية دكتور بس بدي عقب على سؤال أختنا هون يعرفت كيف إنه لكن علاقة مثلا باسمك بساي بابا بس أهلا وسهلا فيكم بيحتار الواحد شو بدي يقول لأنني بستغرب شغلي الأمر اللي واضح بذهني عن بصير فيه خطأ مني أني باعتقد أنه واضح بأذهان الآخرين ربما أحيانا الدعايات أو الفتن أو غرضيات ومقاصد بعض الأشخاص مثل ما أسيء لكثير أقليات ومذاهب وطواقف مثل ما كثير أسيء لمعتقدات والأشخاص عبر التاريخ وما زال أيضاً تصير فيه نوع من سوق الفهم شكراً للسؤال برغم أنه ما بحبث البات من عشرين سنة للآن أنه أحكي عن الحكيم ساتيسا لماذا؟ لأنه بحد ذاته لا يحب أن يحكي عنه لا يحب أن يعمل إله لا دعوة ولا دعاية لماذا؟ لأنه يمثل حالي عرفاني عيشها بوعي إلهي ذاتي فمنسميه عارف بالله طبعاً سافرت عند الحكيم ومدينة الحكيم التي يأمها ملايين الأشخاص واللي عم تعطي مثال عن مدينة أفلاطون جمهورية أفلاطون لما كتب عن المدينة الفاضلة وفكرناها مثالية بمدينة السلام واقعية مستغرب كثير مقدار التشوه والتشويه بعالمنا العربي بأسباب عقائدية دوماً تخص تنشيط شخصية ما وما بدهم أي شخصية أخرى ينذكر لأنه عندنا عبادة أشخاص والمستغرب أكتر أن عبيد الأشخاص يتهمون الآخرين بعبادة الأشخاص دون تحقق وإن تحققوا وكان الآخرون يعبدون أشخاصاً ما لكم وما لهم لكم دينكم ولنا دين إن كان بالمبدأ التوحيدي في دين فبالحقيقة لما سافرت بعام 2003 أول مرة لزيارة الحكيم ساي بابا لم أسافر عن فراغ بل سافرت بإتمام علاقة روحية وفكري تجمعني مع هذا الحكيم لم أعرف كم تعرفوا أن أنا شخصياً من عمر 12 سنة أمارس اليوغا بوقت بعام ألف أو تسعمية وثمانة وسبعين ما كان في أي سيري لليوغا بسوريا ما فيه نهائياً أما كيف يأتي للإنسان بقدر كتاب ضخم يعتبر مثل اليوغا ينبوع السعادي لمترجم مصري بالذكر اسمه محامي عباس المسيري وبدأت بممارسة التقنيات من وقته أما اليوغا فعلاً تحتاج معلم لأنه يحدث فيه أغلاط كثير فطبيعي إذن يكون مع التوجه لإرثم الثقافي بكل الفروة يكون رغبي بسبر أغوار الحكماء وما لديهم من تراث فالفرق عم بيكون كثير كبير بين إنك أنت تسافر للبحث وإنت مليان وعندك مركزي بمنطقة مكانية زمانية وإرث أنت مولود عليه وعم تعمل نوع من البحث والمقارنات أو مو مطلع أو ما في عندك مركزي ورايح وكأنك بدك تتبع مدرسي معينة أو مذهب معينة أو ما شابه فالتجربة كانت مع الحكيم فريدي من نوعه لدرجة ما فيك تفرقيني أو تفرقي اسمي عن الحكيم صار اسمي مقرون بالحكيم سايبابا السبب لأن اسم الحكيم شوه من قبل المغرضين في العالم العربي ومن أكثر اسم براز اسمي بسبب الفتن بدأت من عام 2005 واستمرت للآن بالرغم أن الحكيم سايبابا ما بيحب أن يعلن عنه أو أن يدافع حتى عنه وكأنه نحن في عنا نوع من العصبية القبلية إلا بدنا ندافع فهاي صارت تسبب نوع من الشهرة للحكيم يعني اللي كانوا يجوا ضدنا معتقدين أنه نحن عاملين مذهب جديد أو دين هندوسي أو دعوه للحكيم أو عاملينه ويقولون أنهم ألهينوا اللي اعتقدوا هذا الاعتقاد وبدأوا يهاجمون هاي الفكر هم سبب اشتعال هذه الفتنة اللي أدت لنور وأدت لإشهار للحكيم من أجل هذا من لاحظ أن كل التيارات الهندية اللاحقة أكانت الاناندا مارجا أو الرامجي أو المهاراجي وفيه تيارات لأوشو وفيه تيارات أيضا مختلفة مو على بالي اسمها الآن هذه التيارات لأننا محسوبة على الهنديات كلها تصب بخانتنا لأنه أول ما بدأت الفتن باتجاهنا ونحن أبرياء من الهنديات مع احترامي لكل شي هندي ونحن أبرياء من أي دين جديد ومن أي دين مع احترامي لكل دين أبرياء يعني نحن تبرأنا من كل المذاب وهي الأدين شو تبرأنا يعني شو فينا ليش؟ لأن الدين مدرسي وما بيشو تضلك بالمدرسي أنت تبرأت يعني تخرجت ماذا يعني تخرجت؟ يقول الحديث باليوتيوب مليان فيديوهات بتوضح عن الوعي التوحيد أو الوعي الأحدي اللي هو مو خاضى لمذهب أو دين هو يسمه هو الخيط الأحدي بالأديان أما الحق يقال لما بقول إنه اسمي صار مقروم باسم الحكيم سايبابا لأجل هذا الاسم سايبابا سألتي ماذا يعني؟ تعني الأب والأم المقدسين سا وبابا الأب والأم المقدسين ليه؟ لأنه عم بيمثل طاقة الذكورة والأنوت بإتزان نحن ككائنات في عنا طاقة ذكري وأنتوي ما منوصل للوعي التوحيدي لنتناغم مع الإله لنتناغم مع المعرف الإلهي بسموها تجلة المعرف الإلهي من النفس ما منوصل لتوازن القطبين البطارية لما بيتوازنوا بوالدوا نور الحكيم من العارفين بالله أي إنسان بيقول غير هيك بيكون عم يحكي من فكره من رأيه الخاص من خلال زاوية نظر ضحلي جدا عند جهينة الخبر اليقين مين؟ جهينة بهذا المعنى إنسان سافر لمدينة الحكيم 12 مرة وسكنت لا يقل عن ألف يوم وشاهدت الحكيم شخصيا وتحدثت معه بعدة مجالات والموضوع اللي بخص علاقتي مع الحكيم ما بتخص تجربة فيزيائية في تجارب لحد الآن ما رويتها حتى عامل كورس التشافي بالمعرف الشاملي وعدتهم إذا لقيت فيه ارتفاع بسوية الوعي ممكن أحكي لهم عن شيء خاص جدا جدا لأنه في شيء ما بيتصدق بالعقل بصراحة يعني في شيء يبهر ويفاجئ العقول المنطقية الحصية في أدلة عملية واقعية على قدرات إلهية غريبة عجيبة مع ذلك ما في أي رغبة لا بالإعلان ولا بالإشهار بل من لاحظ أنه عم بتصير بالقدر الإلهي هالشهرة هالتشير فاللي تفضلت عنهم بالجامعة الأموي هاي صديق إلنا اسمه الدادا أتمن على القاضي جماعة الأنندا مارجا وانقسموا قسمين بأسباب اختلفوا على بعضها وعادي تيارات والمذهب والجماعات بتنقسم وتتقسم فهو اعتذر عن هذا الموقف هو ممكن أن يكون متحمس زيادي لتدريب الناس على اليوغا وما شابه فاعتذر وكان غلطان بهذا الأمر لأن حتى هذا اللبس هذا اللبس هذا ازاي ينبسوا المتصوّف الهنود دليل على التخلي والزهد انعكاس عن طاقة الحياة فنحن لما نجيب هذا الارث لعننا وهي العادي سبحان الله مستهجني ما في داعي نحن نحن نهاجم معتقدات الآخرين وعلى فكرة مو بس دادا أتمان أيضا مخالف كلنا مخالفون في عادي اجتماعية عامة ما في داعي حتى أبناء المذهب انه يعملوا زي معين ويخصصوا حالا ونحن أبناء المذهب الفلاني بنفس المعنى فإذا هذا اللبس بالهند مقبول علما بأنه بالهند أيضا لأن هؤلاء اللي يلبسوا لون الزعفراني يعطوا هبات أو عطايا فاكتار متنثعين مثل ما في مذهب معين يلبسوا زي ديني للتنفع نفس الشي بباقي المذهب إذا ما في علاقة الباتة بين ساي بابا وبين هذه المدارس ما في علاقة لماذا؟ ليه ما في أي علاقة بين ساي بابا وكل هذه المدارس وحتى الهنديات لأن ساي بابا عنده تعاليم توحدي واضحة لم أتي لأشكل أي جماعة ولا أي تيار ولا أي مذهب ولا حزب ولا دين ولن أتي ولم أتي لأجل أن أضادد أحد بأي مذهب أو دين فقط أتيت لأخبركم عن هذه الحقيقة الواحدة التي تجمع الجميع في هذا الشعار لا يوجد إلا دين واحد ودين المحبة طائفة واحدة طائفة الإنسانية لغة واحدة لغة القلب إله واحد إنه كله الوجود فبالحقيقة بالرغم من الألم الشديد اللي صابني بسبب الحكيم نفسه والألم هذا بيكون على عدة صعود خصوصا من أصحاب الفتن بالرغم من هذا الشيء أما بحمد الله نعمة الثبات كانت كبيري ولولا أن رأيت مو فقط بأم العين بكل عين رأيت النزاهة والصدق والاستقامة والخدمة إذا بخبركم عن المشاريع الخيرية التي أقيمت والتي تقام والتي ستقام بيقول الواحد غريب ليه الإعلام العالمي يستر على هذه الأعمال الجليلي في حين يبرز أعمال أخرى هاي من الناحية الظاهرية وهم أصلا الحكماء ما يحبوا كثير الحكي عنهم بهذا الاتجاه أما الفائدة اللي استفدتها شخصيا واستفاد منها كل مين تتلمد بهذا الفكر أنه بصراحة أنا كشخص متخرج من معتقل عقائدي متخرج من موروث عقائدي فيه تطرف مثل أي مذهب أي مذهب كونه أصدقائي صاروا بكل المذهب ونحنا ممفتحين على بعضنا ما هذا يا إلهي يا إلهي هذا التطرف والحقد والكراهية اللي بين أبناء المذاهب بإسم دين واحد وليكن الإسلام مثلا منلاحظ طبعا هذا الشيء أيضا موجود عند المسيحية منلاحظه بالإندوسية يكفيني فخر أن الحكيم سايبابا بفكره الفذ الشمولي أنقذني من هذا التطرف العقائدي لا يمكن إخلص منه بأجيال وأجيال نحنا كنا من الناس اللي الجنة لنا والنار لغيرنا وشوف قديب ينطلق موجه أثيري فكريه للفضاء عبر هذه العقيدة فالذي تبين أن الحكيم داعم لكل تراث ولكل دين بحيث لا تحرفك عن معتقدك أريد أن تصبح مسلم أفضل مسيحي أفضل هندوسي أفضل لا تغير دينك وتتبعه قال لا تجي تلحقني ولا تجي تسبقني وتتكبر عليه تعال، اذهب بجنبي سوف تقوم بوصلك إلى الحقيقة اذهب بجنبي فقط نور لمبة سأصلت على الكتب العقائدي اللي عندك تفهمها صح طيب، هاي الشي جليل؟ هذا إنسان ما عبي يدعيك لا لشخصي ولا لمذهب ولا لتيار فمن لاحظ من خلال اليوتيوب وما ستلاحظون بالمستقبل في فهم عميق دقيق لنورانية الحروف بكثير آيات قرآني وبكثير من الكتب المقدسي أكانت خاصة أم غير خاصة هذا السبب بسبب نور الحكماء العارفين بالله ليس بسبب شخصي صار هي أهمية المعلم فالمعلم يختلف من صف لصف وساي بابا لا يعتبر إلو مدرسة خاصة فيه انت بمدرستك بمعتقدك وين المعلم إلي لك رح إدعمك أي اسم إلهي رح إدعمك فيه لا تلحقني فكثير رائعة ونقية تعاليم بكفي الشعار اللي مطبق بالمعسكرات الطبية لدار السلام اللي مو مشك للواحد بيعمل معسكر طبي بيجمع أدوي وشركات وبيجمع طباء روحية العاملين بالمعسكر بـ 22 تجمع طبي على مبدأ ساعد أبداً لا تؤذي أحداً أحب الجميع أخدم الجميع هذه الروحية بالتعامل هي اللي جملت وحسنت ورفعت وشفت كثير من انفوس هاي بسبب شو؟ بسبب تعاليم راقي للحكيم السايب وبغض النظر عن اللي عم بشوه وما بدي أعمل دعاي شخصي إله ليه؟ لأنه يطول الحديث جداً إذا بدي أحكي عن هذه القامة العملاقة اللي مرت من أرضنا ورحلت وخلفت موروث رائع الجمال بكل المستويات وفي أسرار ربما تحكى لاحقاً سلام وشكراً للصور اشتركوا في القناة